عليكم السلام أحباتي أهلا وسائل بكم في برنامجكم لحظات قرآنية وهذه الحلقة رقم 1158 ويعني نتوقفها مع كلمة ورثة ومشتقاتها في القرآن الكريم شوف يعني مثل سواير جدا حتة ماسة مثلا وجدت في منجم من يمقى ومنوح والناس اتخنأت عليها وورسها قوم ناقر وورسها قوم ناقر الناس بتتورس وتتقاطل حوالين حتة الماس وحتة الماس باقية لا حد بيأكلها ولا حد بيشربها لكن شوف بقى قلة العقل يعني فالدنيا ديكروتا في حد ذاتها يعني لا يرثوا فيها أحد نحن بنرث بعض وراثة وهمية يعني شوف مثلا أرض فلسطين توارثها كام شوف مصر الفراعنة من أول كام لغد كام ودول كلهم راحوا فين فسبحانا الذي يرثوا الأرض ومن عليها لو احنا ناس اعتبرت هذا هتتخنق ليه يا أستاذنا ما أنا وانت وهو وهي وهم وهنا كلنا بنموت ولحم تتخنق عليها سابقا بعدين وفي الآخر إننا نحن ورثوا الأرض ومن عليها يعني فكرة عامة كده قبل ننقش في موضوع ورثة الله سبحانه وتعالى أولا هو الوارث في هلاك الأوم السابق قال سبحانه وتعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكنوا لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين شوف كم من قرية بطرت معيشتها البطر المعيشة ده يقع من المترفين الواحد اللي شو باع لما بتبص كده تلاقي فيه مائدة قد كده قدام الناس بتوع الخليج ويأكلوا شوية كده قول باقي كل ترمي هذا البطر وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فدول المترفين وبعدين بعد كده ابونا مهلكهم متظل المساكن بتاعتهم شوف قصر عبدين في مصر فين الأخ عبدين ولا فين اللي كان بناه شوف قصر كذا قصر القصر دي أصحابها رعت فين ففي نهاية الأمر تلك ما سيكون نفسكا معدي منها قليلا وفي نهاية الأمر كله بضيع وكنا نحن الوارثين الله سبحانه وتعالى هو الوارث الآن 8 وقمسين من سورة القصص وده ما فات كان في إهلاك الأمم أو القرية القرية معناها هي الدولة أو المجتمع اللي بعيش مع بعضه في الأفراد أيضا يقول سبحانه وتعالى وإن لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون ولقد عمنا المستقدرين منكم ولقد عمنا المستاكرين الآن 13 و24 ونسورة الحج فالله سبحانه وتعالى في النهاية هو الذي يرث أنت فلان من الفلان ورث الضيعة دي ومات وجاب علي ورث ومات وفي الأخر الله سبحانه وتعالى هو الذي يرث كل شيء زكريا في دعاء قال يدعو ربه عايز ولد يعني وزكريا ازناد ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين في الانفاق في الحدث في الحدث في الحدث عنفاق من سبيل الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى وَلَا يَحْسَبَنَّ لَذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ واحد ربون أدالوا ملايين أو بلين دا من فضل رب يبخل ليه وَلَا يَحْسَبَنَّ لَذِينَ يَبْخَلُونَ مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَخَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة ولله مراس السماوات والأرض شوف للآن يوتمانين العذاب بالذنب فربنا يعذب الناس بذنب ربنا ذكر أن الملاكة بتقول وقهم السيئات يعني السيئات تتحول إلى عذاب إنما تتزون ما كنتم تعملون صار في الجنة الحسنات بتتحول إلى نعيم في النار السيئات بتتحول إلى عذاب فالذي يبخل سيطوق بما بخل به ربنا سبحانه وتعالى يقول ومنكم ألا تنفقوا في سبيل الله وبد الله من رأس السماوات والأرض الحديد اللي آية عشرة وبعدين بعد كده يعني ربنا سبحانه وتعالى بيالس بيالس كل الحقيق ومن بالآخر بقى كل ده بيبدد يقول سبحانه وتعالى إننا نحن نادثوا الأرض ومن علينا ولينا يرجعون بعد كده في وراثة الكتاب الإلهي يعني يتوارثونهم يعني مثلا إحنا ورثنا القرآن الكريم ورد أن نتمسك به وربنا سبحانه وتعالى في الامين 69 من سورة العراف يقول فخالهم بعدهم خلف وارثوا الكتاب اللي هو من أهل الكتاب يعني عشان كده يسموا أهل الكتاب والآية 129 من سورة العراف والآية 14 من سورة الشورة يقول سبحانه وتعالى ما تفرقن بعد من جاء العلم ورغى بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لأجر مسمى لقضى بينهم وأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لأنه في شك منهم مريب يعني هذا اللي هو إيادة الكتاب هل هو إيادة الكتاب عمل به أم لم يعمل به وربنا سبحانه وتعالى نقول في سورة الغافر ولقد أتنا موسى الكتاب ده هو الهدوكتاب وأورثنا وقد أتنا موسى الهدى اللي هو الكتاب يعني وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وهي 53 سورة الغافر وبعدين بالنسبة للقرآن يقول سبحانه وتعالى ولذي أحالي لك من الكتاب والحق مصدق لمن بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اللي هو القرآن الكريم منهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ربونا سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا من السابقين في الخيرات ده الآية 31 و 32 من سورة فاطر في بعد كده وراثة النبوة يعني سليمان ابن داود قال جل وعلا وورث سليمان وداود وقال يا ونسو علمنا منطقة طيل ده الآية 16 من سورة النبل الجماعة الشعب يقول لك إن علي والحسين وهم بقوا ورثوا النبي لا يعني هو الوراثة دربونا سبحانه وتعالى لابد أن ينص عليها في القرآن الكريم وسبحانه وتعالى قال يعني ما كان محمد أبا أحدا من رجالكم ما فيش فيه ابن نوس يكبر ويبلغ مبلغ الرجال وحتى لو كبروا بقى مبلغ من الرجال محمد هو خاتم النبيين مش بعده حد إذا يارس لو أنه ابن يعني على فرق وحيارس حيارس إذا كان نساب حاجة من الأموال يعني لكن ما فيش فيه في الإسلام شخص ديني إلا الرسول ومحمد الرسول عليه السلام مات بعد كده ما عادشي زكريا كان عايز ولد اللي كانت من أهل يعقوب والوراثة ده رابعا بقى الرواثة بمعنى الاستخلاف في الأرض يعني يأتي قوم بعنقهم يارثونهم ولا يضطع طبعا اللاحق بما حدث للسلف يعني شوف يعني هولا غادة دلوقتي الناس زي ما هي الأقلية القليلة جدا هي المؤمن والأكثرية الغالبة هي الظالمة وهي الكافرة إلى آخره ربونا سبحانه وتعالى يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسون بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسون ضوحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا أمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون بعد كده أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أو أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبعوا على قلوبهم فهم لا أسمعون ده الآن مية في الأعرف وما قبلها يعني ربونا سمعاتها بعد لما قص قصص بعض الأمم السابقة فالعب رأي يعني أنتم مش تتعزوا ليه يعني أنتم ورثتوا الأرض بعد الأمم السابقة لماذا لا تتعزون طبعا إحنا فكرين بقى فرعون بعد ما ربونا صفحة أصبحت على أهلكه فبنوا إسرائيل استخلفوا بعده هو ربونا قال ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ده الآن خمسة من سورة القصص ده نفس الحكاية خالى موسى القوى من السابقة ونصبروا أن الأرض لله يولدها من يشاء من عبادي والعقبة المتقين قالوا وذينا من قبل أن تأتينا ونبع لماجتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فالاستخلاف في الأرض هنا بمعنى الوراثة وده اللي حدث يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد هلالك قوم نوع قال عم بنا سبق فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها من إسرائيل ده الشعراء 57 لا 59 وفي نفس المعنى في سورة الدخان كم تركوا من جنات وعيون اللي هو فرعون وقوم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين 28 وما قبلها في صورة الأعزاب لا 26 لا 27 بعض أهل الكتاب كان يساكنوا المؤمنين في المدينة وخانهم واعتدى فربنا سبقا تعالى قزر في قلوبهم الرعب ويعني فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ربنا يقولوا أورثكم أرضهم وديارهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطور يعني ورثوا يعني خلوا اللي تبعدوكم تركوا هذا وهربوا في بعد كده بقى وراثة التركة اللي هي جاءت تفصيلاتها في صورة النساء من أول الرجال نصيبوا انترك الولدين والأقربون وبا بعدها يعني وفروط النساء يقولوا زمن لا يحلوكم وانتركوا النساء كرها ولا تعضلوهن وطبع فروط النساء يستفتونوا أقول الله يفتوكم في الكلالة ده كله اللي هو وراسة المال وده في بعد كده حاجة وراسة احنا مش عارفينها موجودة في القرآن الكريم اللي انت بتقوله بتارثه بيتم تسجيله عليك أو لك بس دهما تسجيله عليك بدأ من صيبة كبيرة أو كان واحد قال يعني قال يا عمي ده اللي بتقل في مصر وفي كل مكان يعني يا عمي سعيد الدنيا سعيد الأخر معه فلوس معظمها صحت يروح يحج ويبني جامع ضرار ويعمل كذا يتباهى إلى آخره وبعدين يقولك يعني أنا أخوش الجنة فواحد قال كده فقعد نزول القرآن فجاء قوله سبحانه وتعالى وقال أفريت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا يعني في الآخرة أنا هنا عندي مال وأولاد وفي الآخرة حيكون عندي مال وأولاد سعيد الدنيا سعيد الأخر ده مثلا مثال في مصر فربونا يردوا ليه سبحانه وتعالى وقال أطلع على الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب بدا ونرثوه ما يقول ويأتينا فردا يا سلام يعني أنت الكلام أنت بتقوله يعني شوف الكلمة دي جواك أنت تملكها إذا طلعت منك هي تملكك إذا كانت خيرا تبك كويسة لك إن لم تكن خيرا أنت مؤاخذ عليه وخاصة بعد ما تتكلم في الدين والمشكلة الكبيرة في عصر رجل الرديق إن أي واحد الوقت يا أخينا بيتكلم في الدين يعني الصفرة العظيم الدين هو الشيء اللي الكل بيتكلم فيه والكل بيفتي فيه يا أخي ده واحد قال لك لأوتيننا مالنا ولده ربونا قال سنكتبه ما يقول ونمد له من العذاب مادة ونرثوه ما يقول ويأتينا فردا ده الكلمة واحدة ومن أنتو بتهببوا إيه وبتقولوا إيه وكل واحد بيفتي وكل واحد عالم المهم فيه بعد كده بقى وراثة الجنة الله ما جعلنا بمنارة الجنة يقول سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث من عباد ينا من كان تقي خلي بال ساعتك كل الوراثات في المال والحاجات دي وراثات مؤقتة فلان كان عنده خسر مات وغرسه فلان خسر ومات وخسر كل ما في الدنيا هو وراثة وهمية مؤقتة وهمية لأن الموت هو صفر كبير يعني أنت معاك بليون جنيه أو بمليون ريال أو بليون كذا بتموت وكل ما ضرب في صفر بليون في صفر يسوي صفر لكن في الأخرة بقى لما تعمل خير يبقى ولو معك واحد بس واحد على صفر مدى نهاية فالوراثة اللي في الجنة ديت وراثة خالدة مش مؤقتة زي ما في الدنيا وراثة الدنيا مؤقتة في الآخرة في الجنة بتبقى وراثة دائمة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وبعدين ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بالعمل بتاعكم أنت ورثتم الجنة دي الآية 43 سوة الأعراض وابراهيم علينا سامداء ربه فقال واجعلني من ورثات جنة النعيم ده الآية 35 سوة الشعرات وربنا قال في سنوة الأنبياء الآية 105 والقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر الزبور اللي هو الكتاب الإلهي أن الأرض يرثوها عبادة الصالحة الأرض اللي هي مش أرض بتاعدي اللي هي أرض الجنة اللي ربنا أقول وأشراقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضعها بالنبي اللي هي أرض الجنة فالأرض من نورثها اللي هي أرض الجنة اللي هو عباد الله الصالح ونرجع رسول الله سبحانه أن نجعلنا منه وفي الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ذو الورث الأرض الأرض الجنة وفي سورة الزبور تلك الجنة التي أولتمها ما كنتم تعملون لكم فيها فاكات كثيرة ومنها تأكلون منها تأكلون ده الآية 72-73 وبعدين شوف أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون كلهم لا يؤسس لأن ربون أقول الوثيقة الذين كفر ده في أواخر سورة الزمر بعد كده منشاء الوثيقة الذين أمنوا الوثيقة الذين اتقوا ربهم فالجنة اللي يدخلها إلا المتقون واحد مؤمن أي كلام ما نفعش فلزوا كن آمنوا وعملوا الصلاحات أو كما جاء في أولى سورة المؤمن قد أفلح المؤمنين الذين جبلأك الصفات بتاعتهم الذين في صلاتهم خاشعون وذين معلقهم معرضون وذين لزكاة فاعدون وذين لفروجهم حافظون إلى آخر إلى آخر إلى أن في الآخر يقول سبحانه وتعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسة هم فيها خالدون شكرا أحباتي وعليكم السلام شكرا أحباتي